النهاردة هنعمل كعب الغزال او المنين بالعجوة عملناها من نص كيلو دقيق ما شاء الله عملنا كمية كبيرة وكمان هقولك على طريق التشكيل مفيش ابسط من كده هتعملها وانت مغمضة عليك هتعمل كل الكمية دي مش هتكمل معك 10 دقايق وكل مخلصاها وكمان هو حلوة او ينفع في اللانش بوكس وكمان ينفع في الفطار مع كوبات شاي او في العشا يلا نبدأ الفيديو انا انا دراغنيم ودي قناتي لو انت المرة شكوها ما تنسوا ستشتركوا فيها وكمان فعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي الجديدة معي هنا كوباية من اللبن طبعا تقدر تستبدليها بكوباية من المية وتحط معلقتين كوبار من اللبن البودرة او ممكن كمان تحط مية بس من غير اللبن بودرة كل دي حاجات انت اللي بتختريها وحسب زوءك وكمان احط نص معلقة كبيرة من الخميرة ومعي كمان معلقة كبيرة من السكر هقلب بقى السكر والخميرة لحد ما يخطفوا خالص او لحد ما السكر يدوب وطبعا بكوني مدفقية اللبن لو هو متل عامل التلاجة لكن لو بدرجة حرارة المكان ما تدفوش خالص هو كده كويس وطبعا لو بفصل الشتاء لازم تدفل لبن اما عشان احنا في الصيف بقولك لو بدرجة حرارة المكان خلاص كده كويس وكمان معي نص معلقة صغيرة كده بكينكي بودر وكمان معي كوباية سمنة على زيت يعني نص الكوباية سمنة ونصها زيت طبعا انا مستخدمة كوباية الشاي العادية اللي في كل بيت في المقادير النهاردة وكمان هنحط الرشة بسطة خلص من الملح زي مون شايفين وبعدين بقى بنزل بنص كيلو من الدقيق بس مش بنزل بمرة واحدة بنزل كده زي مون شايفين واسيب حوالي كوباية لحد ما احتاجها لو احتاجتها بضيف لو محتاجتش خلاص طبعا كمية الدقيق اللي معايا دي تلك كوباية بالزبط وهبدأ اعجل زي مون شايفين طبعا مش نقف عند مقدار معيا من الدقيق ممكن احتاج على الكمية اللي معايا على حسب السوال اللي معايا بقى تتشرب كمية الدقيق او تلاقي بقى معاك العجينة كده مظبوطة لا تكون ناشفة قوي ولا كمان تكون طرية لازم العجينة بتاعتك تطلع مظبوطة حط لها دقيق لحد ما تتضبط معاك مش شرط نص كل دقيق او تلك كوباية دقيق على حسب ما السوال بتتشرب معاك او حسب نوع دقيق اللي انت بستخدمها وانا هنا نزلت بقى كمية الدقيق يعني يدوب المقادير اخدت معايا تلك كوباية مليانين من الدقيق وهي عجل زي ما انت شايفين كده لحد من العجينة تبقى معايا كده نعمة وبعدين بقى 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 على العجينة واتبقى ترتاح حوالي تلت ساعة يعني يدوب ترتاح بس مش عايزينها تختمر قوي هي هترتاح وتبدأ الخميرة كده تشتغل فيها وبعدين تبقى جاهزة معايا وابدأ ان انا اشكلها ونص كلو دقيق بيحتاج نص كلو من العجوة انا هنا احط عليه معلقة كبيرة من الزبدة طبعا العجوة لازم تكون بدرجة حرارة المكان يعني لو هي حتى في التلاجة بتطلعها بلما تشتغل بيها بساعة هتلاقبت معاكي ما شاء الله حلوة وتقدر ان انت تعجينها زي ما انت شايفة كده بكل سهولة هتحط لها بقى معلقة كبيرة من الزبدة او معلقة كبيرة من السمنة المتوفر عندك وبنعجينها زي ما انت شايفين كده لحد ما لقاها نعمة معايا واقدر ان انا اشكلها يعني لو كده افريدها كده مع العجينة تكون معايا سهلة ولينة وكده العجوة بقى الجاهزة معايا خلاص هبدأ ان انا اخذ جزء من العجينة زي ما انت شايفين لها تكور ولا شكل ولا اي حاجة زي ما هي كده وهاخدها وافريدها على الرخامة طبعا هتفريدها حاجة بسيطة خالص مش هنفرد يعني مش كتير زي ما انت شايفين كده طبعا طريقة التشكيل سهلة جدا وهتشوفها دلوقتي ما فيش اسهل ولا ابسط من كده يعني مش هتاخد معاكي وقته خالص هنا برضو جبت العجوة اللي معايا وهاخد ربع الكمية ولو لقيت العجوة ناشفة معاكي او حسيت ان هي مثلا بتشقق وانت بتفريديها اضغط عليها بقى داك زي ما انت شايفة كده هتلاقى بقى الطريقة جدا وبقى السهلة خالص هبدأ ان انا افريدها على الرخامة زي ما انت شايفين بس بتكون اصغر شوية من حجم قطعة العجينة يعني بعد بفريد العجينة اكبر شوية من العجوة وبعدين بقى باخد قطعة العجوة زي ما انت شايفين وحطها على العجينة وابدأ ألم الطرفين بالشكل ده بصوا بقى سهلة وبسيطة ازاي اخدت برضو جنبان التانيين بتاع العجينة وقفلتهم وطبعا ما تخليش العجوة تكون بيننا خالص لازم تدريع جوه كده في قلب العجينة هبدأ بقى ان انا جيبنا الشابة وافرد العجينة دي زي ما انت شايفين كده حاجة بسيطة برضو مش هنفردها اوي علشان العجوة ما تطلعش منها طبعا ما شاء الله العجوة اتوزع كويس جدا مع العجينة وبتعمل معي طبقات زي اللي بتشتيرها من بره بالضبط هبدأ بقى ان انا الف العجينة زي ما انت شايفين كده وهنقفلها كويس من بره الجزء اللي انت شايفونه ده لازم يتقفل كويس اوي وبعدين بقى بنلفها على الرخامة في المرحلة دي لو لقيت العجينة اللوية معاك وما بتفردش بسهولة سيبقى ترتاح خمس دقيق بس مش اكتر من كده هتلاقيها بدأت ان هي تلين معاكي يعني بعد ما ارتفتها هتيبقى سهلة كده في التشكيل وهنا في المرحلة دي تقدر تخليها ادخن شوية او تخليها رفيع زي ما هعمل كده وفي حالة ان انت هتخليها ادخين هقول بتعمل ايه لما تجي تقطعيها كده خلاص بقى الجازة معي هبدأ ان انا شيل الطرف اللي برا ده بيكون مفيش في حجو خالص فهشيل ورجعه تاني مع العجينة واتقطعها بقى بالحجم اللي انت شايفه ده او على حسب ما انت عايزة برضو ممكن تخليها اطول شوية اما بقى في حالة لو انت مخليها العجينة ادخن شوية هتخلي التقطع بتاعتك تكون ارفع علشان تدي شكله احلى ايه زي ما انت شايفين ما شاء الله العجوة متوزعة كويس اقوف العجينة زيها زي المنين او كعب الغازال اللي بتشتري بالضبط من الفرن طبعا لما تستويها هتبان وشكلها يبان اوضح من كده وهنا هحتاج بقى بيض بيضة وعليها رشة بسيطة خلاص من الفانيليا مش هنقطر وهقلب بقى الفانيليا لحد ما تدوب معي خلاص مع بيضة البيضة طبعا ممكن تستخدم الصفار البيضة وتحط عليه معلقتين كبار من اللبن وعليهم رشة من الفانيليا اللي انت عايزة بس هنا الصفار البيض او بيض البيض بيخلي السمسم يلزق كويس اوي مع العجينة وهبدأ بقى ان ناخد العجينة وحطها في بيض البيض وبعدين من بيض البيض على السمسم هتلاقاش شالت معك كمية كويسة اوي طبعا ممكن تغلفها من فوق من تحت وممكن كمان تغلفها من فوق بس وانا مجهزة الصف بقى وفرشت في ورق زبدة لو ما عندكش ورق زبدة ادهن الصف بدهنة خفيفة خالص من الزيت او زي ما انت شايفين باخد العجينة وحطها في بيض البيض وبعدين بحطها في السمسم واحطها في الصف واسيف ماسيفة بسيطة خالص كده بين كل واحدة والتانية ولو انت مش حابة تحط سمسم تقدر تستغنى عن الخطوة دي هتجيب بقى مثلا سفر البيضة وعليم على لقتين من اللبن ورشة من الفانيليا وتديني وش العجينة او ممكن كمان تدينها بلبن بس اللي يريحك هي في النهاية برضو بقى شكلها جميل جدا بس احنا بنشتيرها اصلا من الافران بتكون مليانة بالسمسم هنا برضو هبدأ ان انا اشكل معاكو قطعة تانية من العجين طبعا طريقة الفرد سهلة جدا العجين مرتاحة بتتفرد بسهولة وبرضو اجيب قطعة العجوة وابدأ ان انا اضغط عليها كده لينها شوية علشان تتفرد معايا بسهولة كده بتكون اسهل بكتير علشان مش هققش وانت بتفرديها بفردها يعني حاج ما اصغر شوية من العجينة وبعدين بلم الطرف ده والطرف التاني وبقفل العجينة من كل الاتجاهات من الاربع جوانب علشان ما اتطلعش العجوة بره خالص وهبدأ برضو بالنشبه كده وافردها حاجة بسيطة خالص وهبدأ ان انا ابروم العجينة زي ما انت شايفين كده وقفل الطرف الاخير وهبدأ ان انا لفع على الرخمة بالشكل ده زي ما قلتلك لو لقتيها هلوية معاك وما بتتفردش في المرحلة بسهولة ريحها الاول يعني سبا ترتاح خمس ده بس كده وبعدين ابدأ ان انت فرديها ممكن تشكله كل الكمية والسبا ترتاح شوية هنا شلت الطرف بتاع العجينة علشان ما بيكونش فيها عجوة وبرجعه تاني للعجين وهبدأ ان انا نقطع زي ما انتم شايفين كده ممكن كمان لو مش بتحب طعم البيت في المعجنات تقلبها على شوية السمسم اللي هستهدمهم معلقة كبيرة من العسل الاسود بتديه طعم حل وقوي كمان بتساعد ان السمسم بيمسك كويس في العجينة وبعد ما بخلص كل الكمية بسيب العجينة ترتاح ربع ساعة في المرحلة دي بقى بشغل الفرن بتاعه لدرجة حرامتين وبدخل العجينة بتاعته على الرف الاوسط طبعا مجرد ما بتاخد لول من تحت ولو لقيتها ما calculateش لول من فوق بتشغليها الشوية وده بيكون على حسب الفرن بتاعه يعني فيه مثلا فرن تدخل فيه العجينة على الرف الاوسط كده وتشغلها من تحت بس بتلاقي العجينة اتحمرت من فوق ومن تحت وزي ما انتم شايفين بقى شكلها معاقدة جميلة جدا واخد اللون حلوة او من فوق ومن تحت وزي ما انتم شايفين شكلها مخفوش ولغلطة زي اللي بتشتريها من بره بالضبط وكمان احلى بالعكس انت عاملاه في البيت وريحتها بقى ما اقول لكوش والريحة جميلة جدا وكده بيكون الفيديو انتهى اتمنى لو يكون عجبكو لو عجبكو ما تنسوش تضغطوا لايك وكمان لو انت قول مرة شوفوا القناة اشتركوا فيها